شكرا شكرا سعيدة جدا بتوجدنا اليوم مع أبائنا وأمهاتنا والأطفال بمناسبة إحياء المولد النبوي الشريف هذه المناسبة الدينية الشريفة التي تجمعنا في لقاء أسري كل مرة بأبائنا وأمهاتنا من دور المسنين شفتوا أن قطاع التضامن الوطني في كل مرة يشرف على هذه الاحتفاليات في جو عائلي من أجل المحافظة على مبدأ تواصل الأجيال ما بين كبار السن وما بين الأطفال تناغم كبير ما بينهم ما بين الجيلين وهذا هو واجب قطاع التضامن الوطني ومجهودات الدولة التي تعمل على مرافقة هذه الفئة من أجل إدماجها في المجتمع ومن أجل خلق هذا الجو الأسري في كل مرة وأيضا نقل الخبرة من كبار السن إلى الأطفال